اشتركوا في القناة صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي طبعا على تسعة ثلاثة فاصلة تسعة موجودين معاكم أرقام التواصل معنا بتخبركم عنها الدكتورة ندل ملة صبح جلال بالخير دكتورة صبحكم الله بالنور والسرور صبحكم ورد وطاعة وجمال ويوم مميز ويوم المرأة الإماراتية يوم فقط للمرأة الإماراتية هذا يومنا هذا يومنا كل يوم يومكم وكل يوم يومنا ولكن قرر الشيوخ أن يعطونا يوم مميز نحتفل فيه ونبرر فيه الاحتفال بين نساء إماراتيات فهذا يوم مميز وجميل على كل الإماراتيات أنت مرأة طموحة وناجحة وممكن تحققين كل شيء تبين في حياتك وممكن تحدين أي مصاعب لأن أنت إمرأة إماراتية وشيوخنا نطول في عمارهم دائما كانوا داعمين للمرأة الإماراتية فصباحنا جمال إماراتي أيضا هذه تحية نوجهها لكل العاملات في هيئة الصحة بدبي من طبيبات من مهندسات من فنيات من إداريات من عاملات في الخدمات الإنسانية طبعا كل اللي يشتغلون في هيئة الصحة وما أصلا يعملون لخدمة الإنسان فهذه تحية كذلك معطرة برحيق الورود والأزهار والفل والياسمين نوجهها لكل مرأة عاملة في هيئة الصحة بدبي فأسعد الله صباحكم جميعا مستمعين الكرام وأرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق رسالة نصية على 4006 وموجودين لايف على الأكاونتين إنسجرام نوردبي وإنسجرام هات الصحة في دبي عشان نوسع لكم طرق التواصل معنا طرشونا اقترحاتكم ملاحظاتكم شكر حابة تهدون شكر لأي حد لأي امرأة مميزة بحياتكم إحنا موجودين هنا عشان نستقبل رسالكم ولاحظاتكم واقترحاتكم ونوصلها للمعنيين إذن على دي اتشي اندرسكور دبي ونور دبي على الانستجرام لايف موجودين مثل ما قال الدكتورة صبحكم الله بالنور صباح الخير يا وطن من ألمانيا أصبح على الوطن وهلا نسيبة من ألمانيا صبحت الله نسيبة تمام شي الصورة صح شكرا تحيلي كل امرأة اماراتية من بنت جابرية عندنا امرأة اماراتية مميزة على الخطي محمود اسمه اسمه الجناحي صبحت الله بالخير صبحت الله بالنور صباحك ورد يا اسمه ومبروك عليك كل عوما نحن بخير وانتي بخير وكل الاماراتية وكل خير وانا بخير بس أنا هام بغير محمود بس أنا عموما اسمه خبرنا يعني بعجالة ندري ان عندك بعد شوية بس خبرنا شو عندنا على السوشال ميديا في هيئة الصحة اول شي نبدأ برسالتنا الصباحية وهي لا نعترف موجود المستحيل في دولة الامارات وان اردت ان تحقق ما تتمنى فعليت ان تؤمن بعدم موجوده المستحيل الفكرة المستحيل دائما هي تكون عائق لأي انسان صابق وليميز المرأة الاماراتية انها لا تؤمن بالمستحيل صحيح صحيح انا وايد غير هذا في رسالة نحب حتى نقولها على السوشال ميديا طلعت كل قنوات تهيط الصحة وهي نفتخر بكل النساء الاماراتيات في صحة دبي طبيبات ومريضات ومهندسات اداريات والفنيات كل عام وكل فرد في هذا الصحة بكل خير كل عام وانت بخير يا اسما وانت معنا وانت بخير وداما اليوم بعد يوم المرأة خصصنا العيادة الذكية ان تكون عن صحة المرأة كل ما يتعلق بصحة المرأة سنجاوب عليه 11 إن شاء الله فأي مرأة عندها سؤال نحن ليهمنا أن المرأة تكون بصحة وعافية وإن شاء الله في يوم الرجل بنسوي حلقة خاصة بالرجل لكن يوم بلتكلم عن المرأة يوم الرجل بنخلي محمود يقدم وروح البرنامج عشان يستانس لا أنا ما استانس إذا أنت ما بياي يا سلام ها شو رأيت فيني اليوم؟ لازم ها مرح وفلفل شكرا لتيا اسما نهارة سعيد فاليوم المميز شكرا اسما الجناحي كانت معنا عبر الهاتف مسؤولة السوشال ميديا أو الإعلام الاجتماعي في هيئة الصحة في دبي إذن اليوم بعد حلقتنا نحن خصصناها كذلك لصحة المرأة بشكل أو بآخر ما نستعرض بعد عملية نادرة قامت بها يعني مستشفى لطيفة نزيل وبتكون معانا إن شاء الله الدكتورة أمل القدرة السشاري ورئيس قسم النساء والولادة بمستشفى لطيفة ولكن قبل ذلك دكتورة في عندنا دراسة ما نقراها ومن علق عليها يمكن عقب الفاصل نعلق عليها لكن الدراسة شو تقول توصل الدراسة حديثة إلى أن أي زيادة في الوزن عن الحد الطبيعي تعد ضارة بالجسم فلا توجد حدود آمنة لزيادة الوزن حتى وإن تمتع الشخص بضغط دم طبيعي ومسويات طبيعية من الكروسترول وسكر الدم تقول المعدة المساعدة لدراسة كاميل لاسيل الأستاذة بكلية الصحة العامة بجامعة كولوج لندن لندن كولوج يعني البريطانية تشير نتائج دراساتنا إلى ضرورة استعادة الوزن الطبيعي عند الأشخاص الذين يعانون من الزيادة في الوزن أو البدانة أو حتى وإن كانت بقية مؤشرات المؤشرات الحيوية لديهم ضمن الحدود الطبيعي مثل ضغط الدم مستوى الكروسترول والسكر في الدم قام الباحثون بتحليل هذه النتائج نتائج حصياء سابقة حول صحة مواطنية عشرة دول أوروبية عاينوا خلالها بيانات أكثر من 7600 مصاب بحوادث قلبية وعائية وقارنوها مع عشرة آلاف شخص لم تسبق لهم الإصابة بحوادث قلبية وعائية وجد الباحثون بأن الأشخاص الذين توجد لديهم ثلاثة عوامل أو أكثر الإصابة بالأمراض القلبية مثل ارتفاع الضغط الدم وارتفاع مسوكل السرول وزيادة محيط الخصر يزداد لديهم خطر الإصابة بالأمراض القلبية بمعدل الضعف بغض النظر عن الوزن سواء كان ضمن الحدود الطبيعية أو يزيد عنها كما وجد الباحثون بين الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن يرتفع لديهم خطر الإصابة بالأمراض القلبية بنسبة 26% ورأسة أن النتيجة الأهم هي أن الأشخاص البدينين وإن كانوا يتمتعون بصحة جيدة إلا أن البدانة قد تتسبب لديه مستقبلاً بحالات خطيرة مثل النوبة القلبية تفضلي معني تعليق ليش؟ مدكتورة درس الطب عشر سنوات عشان ما تعلقينا آخر شيء؟ هي في دراسات أتركلك التعليق يا محمود أنا بقلت عندنا واحدة من الموظفات في القسم دكتورة تشوفينها يعني ضعيفة ضعيفة جداً كوليسترول عالي عندها ترى في فكرة أن الكوليسترول ترى دائماً عالي في الناس الضعاف وايد ترى هذا موجود وفي دراسات تمت عليها في ناس وزولهم تحت المعادلة الطبيعية وإن كوليسترولهم عالي هو بالعادة السكر وضغط الدم مرتفع بزيادة الوزن أكثر من الكوليسترول ولكن الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم وسكري احتمال إصابتنا بارتفاع الكوليسترول عالي ولكن الناس الضعافة مثل ما قال المحمود تلاقون عندهم فقط الكوليسترول يكون وايد عالي وحتى يكون صعف في العلاج مرات حتى ما يطيع ينزل بالإستخدام الأدبياء وبالنظام غذائي مكثف يعني عشان يرجع للنظام الطبيعي ما لهم عموما نحن نتكلم بشكل مفصل عن بعض الأمراض النسائية القادمة بعد الفاصل إن شاء الله ولكن نذكركم بأرقام التواصل معنا النساء اللي يسمعونا نتمنى أنهم يتواصلون معنا على الرقم 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم 4006 وموجودين لايف على كاونت نور دبي وكاونت هاية الصحة في دبي على الإنستجرام إذن فاصل بعد الفاصل راجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي طبعا نحن في موسمنا الثالث وهذه الحلقة الثانية حياكم الله معنا أرقام التواصل معنا دكتورة 600551414 ورسالة نصية على 4006 وموجودين لايف على أكاونت هاية الصحة في دبي ديتش أندر سكور دبي وآكاونت نور دبي على الإنستجرام إذن قبل الفاصل وعدناكم إن شاء الله نستضيف معنا أحدى الطبيبات اللي موجودة عندنا في هيئة الصحة في دبي وطبعا مش بمناسبة اليوم المرأة العالمي أو الإماراتية عفواً ولكن أن أطباء قسم النساء والولادة في مستشفى اللطيفة التابع لهيئة الصحة في دبي تمكنوا من استقصال ورم يزن 17.5 كيلوغرام من بطن مواطنة في العقد الرابع من العمر وهو ما يعد أكبر ورم يتم استقصاله في مستشفيات الهيئة هل هذا الكلام بس في مستشفيات الهيئة دكتورة ولا ممكن نقول أنه عالمياً صار هذا الورم ممكن نعد الأكبر يعني مبدئياً لما ناخذ الوتايق المطلوبة هيا اتشار الله معنا دكتورة دينا السلام عليكم دكتورة أمال القدرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دينا القدرة اختت صح؟ أختي انا آسف دكتورة أمال القدرة كلنا واحد أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين معكم دكتورة أمال قدرة استشارية نساء ولادة من مستشفى لطيفة طبعاً يسعدني ألتقيكم اليوم وأشكر هيئة الصحة وأشكر الأخوة القائمين في إذاعة نور دبي على استضافتي اليوم أبارك لكل إمرأة إماراتية وكل إمرأة عاملة تقتن في هذا الوطن الحبيب في يوم المرأة الإماراتية بالنسبة للورم اللي تم استئصاله في مستشفى لطيفة طبعاً إحنا فخورين أنه لدينا الإمكانيات في هيئة الصحة في دبي وهذا طبعاً تابع لإمكانياتنا سواء من الطاقم الطبي الموجود أو الإمكانيات من الأجهزة إمكانيات من بنك الدم الموجود على طول فهذا كلها يعطينا الجرأة أن ننقذ حياة المرضى لقد تم استضافة هذه المريضة في مستشفى لطيفة كانت محولة من مستشفى خاص في دبي وطبعاً أجريت لها الفحوصات سابقاً في المستشفى الخاص ومن ثم لما حالتها كانت خطرة فتم تحويلها لمستشفى لطيفة استقبلناها بالضبط في اليوم التسعة وعشرين من رمضان وكانت تشكو من ألم ألم شديدة جداً في البطن في كل البطن وكان واضح جداً أن لديها ورم كبير بالبطن طبعاً الأخت لم تكن حامل أجريت لها بعض الفحوصات الطبية مثل فحص نسبة الدم فحص بقرات الدم البيضة والحمراء والتخثر الدم وفحص وظائف الكيلة وظائف الكبد وبالتالي بعد فحص صورة التلفزيون اكتشفنا أن لديها ورم كبير تقريباً ما يعادل يعني خمسين إلى أربعين سانتيمتر لكن لم يتم معرفة هذا الورم ناتج من شو أو من أي مكان هو ناشئ هل هو بالرحم هل هو بالمبيض فلم نعرف يعني قبل العملية تم إخباري بحكمي أنا رئيسة القسم من الطبيبة الاستشارية الموجودة كانت على المناوبة لأن الحالة كانت كريتيكال كانت حريجة جداً ضغط الدم كان نخفض ونسبة الدم عندها كان سبعة والنبض مية وخمسين عالي عالي جداً فاستدعينا قسم الباطنية تقبيط الباطنية لأنه تسرعات في نبض الدم في نبض القلب وأعطيت لها بعض الأكياس الدموية لرفع نسبة الدم وتم اتخاذ القرار في أنه لازم تدخل جراحي لأنه أعتقد أنه كان الورم مؤثر على بعض الأعضاء الموجودة في الجسم بالضغط عليه بما فيها الكلاوي يعني قام الطاقم الطبي المناوب بالإضافة لطبيب استشاري في مجال التخدير قمنا بعملية فتح البطن وبالتالي كان الورم كبير جداً كان أول مرة في هيئة الصحة يعني بعد في قسم النسائية أو في هيئة الصحة كان استخراج ورم بهذا الوزن وكان 17 كيلو ونص تقريباً اللي هو ما بيّن قبل لما سويته كان مبيّن أنه ورم كبير وما منعرف من وين كان يعني ناجح فكان مفاجأة لما فتحته بطنها فكان كبير جداً وكان وزنه ثكير ثقيل وكان هو ناتج من الرحم وبعد الفحوصات الفحوصات الأنسجة تم التأكد أنه هو ورم ليفي ورم ليفي أنا خبرتي 25 سنة أول مرة أشوف الورم بهذا الحجم بحثت بالارتكلز والمجلات الطبية العالمية لم أجد في جنس أنه ورم ليفي أكبر من 17 كيلو ونص احتمال جنس للأرقام القياسية ما كان موجود ولكن سجلت في الهند في ورم ليفي 23 كيلو بس لم يسجل عالمياً بس في دبي أول مرة أو في الإمارات أول مرة إحنا نستقصل ولم أرى في العالم شو أسباب بهذا الورم دكتورة؟ هو ورم لي فيه ورم حميد يعتبر بس أول مرة نجد أنه يكبر بهالطريقة يعني أول شيء شو الأسباب اللي أدت إلى حصول هذا الورم واحد أثنين شو اللي وصله هذا الحجم؟ هو طبعاً أكيد منذ زمن يعني أكيد لم يكن بين يوم وليلة ولا ثلاثة سنين ولا أربع سنين هي لديها من فترة طويلة ولكن المريضة لم تكن تتابع أي طبيب هذه المشكلة نحن نتكلم عنها حالياً بعد يعني يزاهم الله خير في موضوع التأمين الصحي علشان تجديد التأمين سنوياً لازم في بعض الفحوصات الرئيسية لازم كل مريض يسويها فعملية الـ تشيق فحص الدورة فحص السنوي يعني ما منقول يعني شهرياً أو كذا لا سنوي واحد يفحصوا هذا وايد مسألة مهمة واحد ما يعرف شو اللي فيه جسمه صح ولا دكتورة؟ صح صح الكلام مضغوط 100% طيب الاجراءات الطبية اللي تم اتخاذها هي على هذه الحالة؟ طبعاً بعد استئصال الورم مجرد ما استئصالنا الورم سبحان الله الضغط رجع طبيعي يعني خلال الخمس دقائق كان الضغط نور طبيعي والنبط طبيعي وكل شي كان طبيعي سبحان الله يعني كان لأنه ضغط على أوردة وضغط على شرعين ضغط على الكلا والحوالب حتى نسبة البول اللي كانت تطلع كانت كتير قليلة فالحمد لله المريضة طبعاً تمت مغادرتها للمستشفى خامس يوم بعد العملية كانت الحمد لله بصحة جيدة الحمد لله وكانت جداً مبسوطة وجداً مرتاحة وآطيت لها كل العلاجة اللي كانت تحتاجه صحتها يعني زيناً فينا؟ كانت الحمد لله ممتازة الحمد لله المريضة مع وجود هالورم الكبير 17 كيلو ونص يعني هذا وزن طفل الطفل عمر ثلاثة واربع سنوات يكون 17 كيلو ونص هي كيف كانت يعني شو التغيير صار في حياتها قبل وبعد غير صحتها يعني وجود هالحجم الورم اللي في الكبير أكيد كانت فيه معوق أشياء وما تتمرس في حياتها الطبيعية فهي كيف استحملت 17 كيلو ونص ليه ما بصت اللي عندكم وتم إزالته؟ أنا سألت هذا السؤال قالت لي أنا كنت عايشة حياتي طبيعية وكنت أروح وأجي وكانت أكتف يعني كانت جداً نشيطة نشيطة جداً وما كان عندها أي مشكلة وهي كانت شوية مليانة فيمكن يعني كانت تفكر نفسها ما كان نبين عليها ما كان نبين هي هكذا الحجم كبير مشها 17 17 كيلو ونص ذكرني بالمريض اللي تم استئصال كليتين كليتين وهذاكي بعد كان أيضاً سمين صحيح لكن الحجم كان كبير صحيح أنا مولدة مريضة حامل بأربع توائم ما كان بطنها مثل بطن هاي المريضة مثل هذه المريضة ما شاء الله طبعاً بطنها كان أكبر المريضة هذه عندها أطفال؟ لا ما عندها أطفال وسيم الزوجة ما أقول لك ليس لديها أطفال متوقع أنه طبعاً كان سبب عدم وجود أطفال طبعاً كان عندها الورم الليفي الكبير فتوقعنا حتى بعد ما شلته صار عندها حتى أمل حتى ما يكون عندها أطفال تقدر تحمل تقدر تنجب أتوقع هذا حياته الخاصة يعني صحيح ونحن في دولة الحمد لله كل الأمور متاحة صحيح مستشفيات الحمد لله محضرة من أحسن المستشفيات العالمية صحيح إمكانياتنا الحمد لله إحنا فخورين إحنا عايشين في دبي والحمد لله أو في الإمارات كلها يعني مستشفياتنا محضرة ومجهزة من أحسن مستشفيات ما علينا أي تقصير الحمد لله كل أجهزتنا ممتازة فما علينا إلا نروح نشيك يعني كم فترة الواحد يعمل فحص دكتور؟ يعني لو كل ست شهور مثلا فحص دام فحص وظائف الكلا يعني لو كل ست شهور الصور التلفزيونية أو الأشياء المفروضة على الموجات الصوتية كل سنة لو على الأقل دكتورة ندا يعني بعد ما تشربين ماء وتخلصين كم الفترة الزمنية اللي الواحد يأخذها بس علشان بس علشان يسوي هذا الفحص؟ أي فحص بالذات محمول؟ الفحص الدولي نحن عندنا في العيادات هي تسمونا الفحص الدوري أو نشون البريوديك سكرينينج اللي هو شو؟ اللي هو يتسوي مرة كل سنة يشمل جميع الفحوصات اللي مفروض واحد يسويها حسب العمر يعني عشان ما يستوي فيه هدر لبعض الفحوصات المفروض لا تتسوي في عمار معينة مثلا فحص القولون سرطان القولون لا تسوي حق طفل حق شاب مثلا عمر 18 سنة فعندنا من 18 سنة وطالع فحص الدوري يتسوي مرة كل سنة بعدين على حسم تاج التحالي نحن نحدد هل يجب إعادته أو لا لو واحد التزم بهالفحص الدوري صديق محمول تشوف كثير من الأمراض في بدايتك قبل ما توصل للمراحل المتقدمة جميل فخورين في تشختنا الكبيرة دكتورة أمل أيضا صار لي فترة ما أسمع لذا لعدم وجودكم تحية صباحي لجميع ميم عبدالعزيز وحشتوني يا طيبين شكرا لك يا عبدالعزيز مهندس عبدالعزيز يمكن ممكن دكتورة أنت تتواصلين معانا إن شاء الله نحن نكمل معاك لنهاية الحلقة نفتح المجال كذلك لأي سؤال في تخصص النساء والولادة اللي يبغي يسألنا في هذا المجال الدكتورة بتكون موجودة معانا على 600551414 أو عن طريق رسالة نصية على 4006 فاصل وراجعين صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة مثل ما كنا نقول قبل الفاصل نحن نتكلم اليوم عن استئصال وراء مسترطاني بحجم يزيد عن 17 كيلوغرام في مستشفى لطيفة مع دكتورة أمل القدرة استشارية ورئيس قسم النساء والولادة في مستشفى لطيفة هيا شاء الله معانا مرة ثانية دكتورة أمل نورتي للستوديو نحن طبعا ناخذ كل الأسئلة لعلاقة بصحة المرأة بمن هو اليوم مميز يوم المرأة الإماراتية فنبقى نهتم صحتكم أيضا في هذا اليوم مميز صح يا محمود؟ أنت كل شيء تقولينا صح؟ أشكر فلنك أكيد طبعا أهم شيء المرأة أهم شيء المرأة المرأة الإماراتية هي بس اليوم كل يوم 600-55-1414 أو 4006 للرسائل النصية وموجودين معاكم عبر حساب نور دبي على الانستغرام لايف وأيضا على DHA underscore Dubai في الانستغرام دكتورة كنا نتكلم عن هذا الورم اللي تم استقصالها من مريضة ورم حجمه 17.5 كيلو أنزين 17.5 كيلو ما شاء الله يعني طفل عمره أربع سنوات وكوه يعمل أستغرام 17 ما شاء الله الوزن يكون كبير أنزين فهذا يعد أكبر ورم يتم استصاله في مستشفى الهيئة هذا أكيد يمكن في دولة الإمارات يكون الأكبر ما نشوف نحن على حسب الدراسات ووقت ما نسجل هذا الموضوع في الأرقام القياسية ولكن دكتورة يعني حد كان يسأل يقول في أي واحد معرض لمثل هذه الأورام حتى بالوراثة ممكن تكون يعني بالوراثة أحيانا الأم مثلا إذا كان عندها أورام لي فيها نجد أنه بعض البناتها بعدي أحيانا يكون يصاحبهم أو يعني يكون عندهم أورام لي فيها طبعا هو الورم اللي فيه ورم حميد ولكن 0.05% ممكن أنه يتحول أحيانا لورم خبيث ولكن جدا جدا نادر ممكن بس هو على الأغلب يكون ورم حميد لكن شو أسبابه؟ ما له أسباب معينة عادة يعني أنا إحنا اللي شفناه يعني مو أكثر من مثلا 20 سانتي يكون 15 ل 20 سانتي ممكن ولما يكون كبير بهذه الطريقة يعني 20 سانتي أو 15 سانتي بحجم مثلا إمرأة حامل 20 أسبوع أو مثلا 24 أسبوع شفنا يعني حالات مثل هاي يكون فيه إلها أعراض جانبية مثل أعراض المرأة مثلا تيجي تشتكي من أنه هي ما تقدر مثلا حسب ثقل أو ما تقدر مثلا التبول عندها يكون فيه مشكلة أو يكون ضاغط على أعضاء في الجسم لكن هاي المريضة ما كان عندها أي شكوى سابقة طيب على طريق الشكاوى دكتورة يعني شو هي أبرز الشكاوى عند النساء أو أبرز الأمراض اللي ممكن النساء يعني يصادفونها في مستشفيات الهيئة بشكل عام أكثر مشاكل اللي تعاني من هالنساء بما أنه يوم المرأة بالنسبة لإلنا إحنا في تخصصنا طبعا إحنا يعني نشوف شريحة كبيرة من المجتمع تكون حوامل في الحوامل مثلا تكون صاحبة مثلا دوخة تعاب ما تقدر تمشي أوجاع في أسفل الظهر أوجاع في أسفل البطن هاي الأشياء الروتوينية بس عادة أن تكوني أشياء خفيفة يعني لكن بعد إحنا نشوف الحالات اللي هي مثلا مثل أورام بالرحم أو أورام بالمبايد فهاي بتكون تحبها بألام على أسفل البطن ممكن على الجهة اليمين أو على الجهة اليسار حسب وجود الورم ممكن بنشوف كثير حالات بعد اللي هي حامل خارج الرحم تكون مثلا حامل وتأكدت إنها حامل لكن مثلا أصابها مثلا وجع وبالتالي ممكن نزيف داخلي وهي أدي إلا أنه حامل خارج الرحم بمن اليوم يوم مرأة الإماراتية فشو الفحوصات الدورية لازم تسويها للمرأة قبل ما يكون عندها أي عرض من الأعراض هو فحص لازم تسوي لحفاظ على صحتها للوقاية من أمراض في المستقبل من سمح الأمراض خبيثة للكشف ومبكر عنها شو الفحوصات اللازم أن تسويها كمرأة صحية ما عندي أي مشاكل طبعا كل مرأة لازم بحكم أنه لازم حتى لو هي ما بتشتكي من أي شيء طبعا نسبة الدم الهيموغلوبين هيموغلوبين بالذات بعض النساء يكون عندهم نزيف وقت الطمط فهي الشريحة ممكن يكون عندهم هبوط بنسبة الهيموغلوبين نسبة الدم فحص دوري للألتراساوند مثلا كل سنة مثلا نشوف الرحم والمبايض بالتالي أي مرأة فوق الـ 38 أو 40 سنة فحص للثدي اللي هي الماموغرام هذا شيء ضروري جدا بالإضافة للفحص الدوري للثدي دكتور أمل في بعض من مرضات يتابعونا على الانستغرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور أصبح عليك أنا أم عبد العزيز مريثت من سنوات يسعدني شوفتك ربي يحفظش ودكتور أمل قدرة أمرأة إماراتية قدوة لنا الله يخليكم شكرا يا أم عبد العزيز ناخذ هذه المداخلة من معانا؟ أبو مستوى المرأة يا دكتور يا هلا لسه مرة ثانية صباح الخير صباحك ورد هلا أخوي هلا صباحك ورد تفضل لسه محسي يا دكتورة أهلا وصلح عند الحرمة خشت في التاشع أيوة بس الجنين دكتورة قاتل جاية عن طريق المقعد قاتل في الأزواء الأخير جاية عن طريق المقعد أفهمت عليك يا أوكي في الحال دي هالعملية والطبيعية قاتل في الأزواء الأخير يعني أنا عندي مقابلة اليوم قاتل فيها نقلبه لحالة نقلبه قاتل في حتى القلب حتى ما تغسل حالة ولادة أخي العزيز بالنسبة للمدام طالما هو آخر أسبوع أو مثلا في لا هي موحيدة آخر حاجة 19-9 19-9 فهي 39 أسبوع متل ما تفضلت البيبي نازل بالمقعد هذا أول بيبي لإلها؟ لا لا أولا كانت جاء طبيعي طبيعي عندها بيبي واحد طبيعي أي نعم طيب هي إذا الدكتورة حاولت إنها تقلب البيبي تلفه وينزل الراس تحت بيكون أوكي إذا ما ما قدرت تلف البيبي فطبعا يستحسن إنه قيصرية منعا لأنه المقعد ينزل وبعدين الراس يعلق فممكن يأثر على البيبي سلبيا شكرا لك لحيث تخيارينك حتى بس نشوف آخر أسبوع بالحال نقلبه أوكي أنا ما خبرتك إذا ما نقلب البيبي يبقى قيصرية شكرا لك دكتورة في مجموعة أسألة من أي سن يفضل الفحص الدوري وهل السن له دور يعني وخل الحالة الاجتماعية وهل هي المفروض وهل الحالة الاجتماعية متزوجة أو لا ضرورة الفحص لغير المتزوجة الفحص الدوري اللي قلنا عنا في عدد الأسرة ما يعمر 18 سنة وما فوق وما يأثر متزوجة وممتزوجة المتزوجة لها فحصات أخرى ولكن الفحص الأساسي ينطبق على الجميع الجميع صح هل نقص فيتامين دال يؤدي إلى أمراض مزمنة وأورام ما نقص فيتامين دال نقص فيتامين دال للدراسات طلعت علينا نقص مكادل نوع من واع السرطانات ولكن ما في دراسات مثبتة 100% ولكن لا دور يعني نقص فيتامين دال لا دور في وائد عميات يقوم بجسمنا في نشاط الخلايا في انقسامات الخلايا فعشان تريح دائما نشجع أن الفيتامين دال يكون في الضمن مع الدارات الطبيعية دكتورة بالنسبة للحوامل دائما ما يكون يعني الجنين يسحب فيتامينات كثيرة من جسم المرأة الحامل فأنتوا يعني تركزون على بعض الأمور بالنسبة للحامل أنه يجب أن تأخذها من ملتي فيتامين فيتامينات وكالسيوم وفيتامين دال كالسيوم وفيتامين دال وملتي فيتامين فيتامين تشكلها إذا هو الحديد بالإضافة لبعض المعادن تسمع عن شغلة يسمونه السكر الحوامل أو السكر بالنسبة للمرأة الحامل شو هذا دكتور؟ بعض النساء يكون لهم قابلية في الحمل يصيبهم سكر الحمل طبعا من الأمور الواجب على الطبيبة النسائية أنه تنصح المرأة الحامل بعمل تحليل للسكر في خلال الحمل ويوجه وليه إحنا بنعمله بعد عمر الجنين 22 أسبوع 24 أسبوع لأنه الحمل نفسه هرمونات الحمل هي تسبب سكر يعني هي دايابيتو جنيك صحيح فبالتالي نعمل هذا التحليل على 24 أسبوع إذا لم تكن المرأة عندها أي مشاكل من قبل لكن إذا هي مثلا كان عندها سكر حمل في حمل سابق أو إذا كان عندها مثلا بيبي كبير في السابق أو إذا كان مثلا أنا حسيت أنه الماء سيادة حوالين البيبي فطبعا نعمل هذا التحليل من قبل لكن يجبلي وعلى 22-24 أسبوع اللي هو بعطوهم مثل غلوكوز أو أول شي بيعملوا التحليل الحامل وتحليل الغلوكوز وهي صايمة وبعدين بيأطوها غلوكوز تقريبا 75 جرام تشربوا وبعدين بعد ساعة وبعد ساعتين وإذا كان طبعا كان مرتفع لازم إلها إجراءات معينة نعطيها رجيم دايت وبعدين نعطيها ممكن نعطيها غلوكوفيج اللي هو بعض الحبوب المسموحة في الحمل وإذا اضطر الأمر نعطيها بعيد عن موضوعنا في أرايا هي سننن مسج سننن هابي اماراتي وومنز دي فروم تشيلي ساوث أمريكا يا سلام من أمريكا الجنوبية من أمريكا الجنوبية طيب بما أن نحن نتحدث عن بعض الفحوصات اللي أنتوا سوونها دكتورة في قسم النساء والولادة شو هي الخدمات اللي يتم تقديمها للمتعاملات انا ما بقو متعاملين لأنräge للمتعاملين للمتعاملات طبعا مستشفى لطيفة خصوصا مستشفى متميز لدينا جميع التخصصات النسائية بمعنى لدينا تخصص اللي هو احنا متابعة الحوامل والحالات الحرجة من الحمل احنا نستقبل جميع الحالات الحرجة كحوامل من جميع الإمارات ومن المستشفىات الخاصة. لدينا قسم نسائية بالمناظير ولدينا احسن الكفاءات الطبية للمناظير. واحنا نأمل وما زلنا يعني عنا Center of Minimal Invasive Surgery اللي هو مركز لجراحات المناظير الطبية النسائية ومستشفى لطيفة من المستشفيات العالمية اللي اعترف فيها من امريكا. بعد يوجد لدينا اللي هو علم الاجنة وهذا العلم يتابع الحالات الحرجة من من الحوامل اللي الجنين يشتكي من مشكلة معينة مثلا عنده ورن بالكلا أو أو مشكلة بالمعدة أو أي مشاكل في الجنة. كذلك لدينا اللي هو المسالك البولية النسائية بعد عندنا تخصصات مسالك بولية وأكفاء دكاترة عندهم تخصص خصوصي بهذا المجال. وطبعا جراحة بالنسبة للعقم. احنا بعد نتابع العقم. ممتاز. دكتورة عمل بس انا على العجالة بس اركز على النقطة ان انتي قلتي المريضة اللي تكلمني عنها في اول الفقرة كانت يتابع في مستشفى خاص. وبعدين لما تعقدت حالتها تم تحويل مستشفى لطيفة. فهذا يدل انه حجم الكادر الطبي اللي عندنا في مستشفى لطيفة. يعني معنا مستشفى حكومي ولكن انا شخصيا اعرف انه وائد من الحالات يتحويلها على مستشفى لطيفة لتكون الاكثر تعقيدا. لانه يتقوم بالطاقم الطبي اللي هو موجود في مستشفى لطيفة والكوادر الموجودة والعمليات اللي تم اجراءها. فلممكن تعطينا العجالة شو اعقد العمليات اللي تم اجراء في مستشفى لطيفة اللي ممكن ما تسود في مستشفيات اخرى وتقدم نفس الخدمة. مستشفى لطيفة يتم تحويل ما اقدر اقول كل المرضى بس معظم من حالات الحوامل اللي بيكون عندها المشيمة ملتصقة اللي هو بيستسمى البلاسنتا اكريتا. انا انصح جميع الحوامل اللي عندها ثلاث قيسريات او اكثر رجاء الاتجاه لمستشفى حكومي. لانه في هذه الحالات ممكن يصير نزف حاد جدا يؤدي احيانا الى وفاة المريضة لا صمح الله. بسبب الالتصاقات اللي تكون موجودة. بسبب الالتصاقات لانه المشيمة تكون ملتصقة بجدار الرحم مكان الجرح السابق. صحيح. وبالتالي احيانا تخترق جدار الرحم وتكون متغلغلة داخل المثانة. وهذه هنا تكمل المشكلة انه كلها يعني شرايين واوردة تكون في كل مكان في الحوض. صحيح. وتكون عملية جدا جدا صعبة. احنا في مستشفى لطيفة مساويين بروتوكول وغايدلاينز يعني محولة من مستشفيات اخرى. الحمد لله الحمد لله الله 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 موفقنا الحمد لله. يعني الكفاءة الموجودة في الكفاءات الطبية الحمد لله. بالاضافة الى احنا نستدعي طباء من مستشفى راشد اللي هما قسم جراحة الشرايين والاوردة. قسم جراحة المسالك البولية. لانه ممكن يكون في جروح بالمثانة. وقسم النسائية. وقسم بنك الدم. بنك الدم احنا احنا عنا فاسيليتيز وسيرفوس. الحمد لله خدمة نوعية خدمة متميزة جدا في مستشفى لطيفة. بحكم كون بنك الدم موجود الحمد لله في مستشفى لطيفة. فاحنا بنسوي مثل مثل يعني بروتوكول. مجرد ما نعلن انه في حالة تنزف رأسا رأسا يعني قسم البنك الدم يطرش الكياس الدموية باستمرار باستمرار بدون حتى ما نطلب اونلاين. صحيح صحيح. يكون هناك تعاون بينكم بينهم صحيح. فالحمد لله الحمد لله احنا من اسبوعين تقريبا ايه احنا تم حتى اليوم في القولف نيوز نشروا عن مستشفى لطيفة في هذا المجال تم انقاذ حياة مريضة فقدت في نفس الحالة كانت فقدت 25 لتردم. وتم مستشفى لطيفة مستشفى لطيفة ايه. وكانت هي عندها عمليات اربع عمليات سابقة قيصرية. وللأسف في العملية الاخيرة احنا نصحناها انها تعمل ربط للانبيب وما تحمل. فحملت وهذا كان يعني النتاج عن الحمل. فكانت المشيمة متغلغلة بالرحم متغلغلة بالمثانا متغلغلة بالحود. فكانت عملية جدا صعبة وادت نزيف حاد جدا. بس الحمد لله الحمد لله بفضل رب العالمين بفضل انه الله وخفقنا. والحمد لله الكادر الطبي المتميز انقدنا حياتها الحمد لله. والمريضة ما شاء الله عليها ممتازة. طيب الحمد لله. دكتورة اذا ما متكلم عن انت ذكرتي في بداية حقا ولدتي اربع توائم. كم اكثر عدد من التوائم اللي ولدتيهم؟ اربع. او اللي في مستشفى لطيفة. اربع كان او اربع في ولادة واحدة كان. اي. اي. وكان قيصرية طبعا. طبعا قيصرية. لانه اكثر من اتنين لازم قيصرية. انزين. اه اي سنة؟ يمكن من اربع سنين. لماذا تخرج دكتورة يا محمد أنت بتقول هذا؟ ممكن من اربع خمس سنين. ليش اسأل هذا السؤال؟ انا بغي اعرف الحين حالة التوام. هل انت تتواصلين معهم؟ تشوفين حالتهم؟ تشوفين في بعضهم يعني نتواصل معهم طبعا. في بعضهم احيانا ما يجوا عن مستشفى فيكون يعني صعب نتواصل معهم. طيب البروزس المتبع اللي اعرف انه يجب على المريضة انه هي تذهب الى مراكز الرعاية الصحية الاولية وبعدين يتم تحويلها الى مستشفى لطيفة. انتوا في مراكز الرعاية الصحية الاولية. شو الخدمات اللي تقدمونها للمتعاملات؟ للمتعاملات. في يوم المرأة. في يوم المرأة فقط نقص المتعاملات. طبعا محمود المرأة اول ما تعرف ان هي حامل سوى تحليل حامل في البيت او عرفت عراض الحمل لمتينة العيادة وتطلب تحويلها على عيادة متابعة الحمل عندنا في العيادة. نطلب لها اوجهة تحليل اساسية. ثاني شيء طبيب العائلة يشوفها في زيارات متكررة خصوصا لو كانت من دوي الحالات الاكثر خطورة. مثلا هالولادة الرابعة والخامسة لها. عندها مشكلة كان السكر في الحمل القبل. ضغط الدم كان عالي في الحمل القبل. فاحنا نشوفها بشكل متكرر اكثر من الدكتورة القاعدة في عيادة النساء والحومين الى ان يصل الى موعدها. زائد احنا نطلب لها تحليل السكر اذا كان عندها تاريخ سابق للسكر في الحمل السابق. نطلب لها التحليل لما يطلع التحليل عندها لسمح الله عالي. نتواصل مع طبيبة النساء والحوامل عندنا ونبلغها ان هي عندها مثلا ما وعد عقب شهر او عقب ثلاث اسابيع ولكن تحليل السكر عندها طلع عالي وعندها خطورة. فاحنا نتواصل مع عيادة متابعة الحمل عندنا في العيادة ويكون في عمل جماعي بين طبيب العائلة وعيادة متابعة الحمل عشان نصل الحمل السليم ان شاء الله الى الولادة السليمة. متى يتم تحويل الحامل الى المتخصصين في مستشفى لطيفة؟ بعد اول موقع احنا اتي عندنا على عشر اسابيع الى اثناشر اسبوع نحولها من طبيب العائلة. الى طبيبة النسائية في المراكز الصحية. في المراكز الصحية. وبعدها طبيبة النساء تحدد. هل يبالها تحويلها الحين ولا بتكمل متابعتها في العيادة حسب باختلف من الحالة الى اخرى محمود. في العادة لما تكون الحامل ما عندها اي خطورة وحالة الحامل طبيعية جدا تحول في اول التاسع. في اول التاسع. طيب دكتور نحن بقلنا تقريبا اقل من ثلاث دقائق. اذا يعني كخلاء ستبغي ان توجهي نصيحة عامة للنساء في هذا اليوم الجميل. طبعا اشكر كل العاملين على اذاعة نور دبي. اشكرك اخ محمود. اشكرك دكتورة ندا. احنا شاكرين وجودة في اليوم المميز. وكل عام انتم بخير. خواتي وعزيزاتي الاماراتيات والمقيمات على ارض الوطن الحبيب. بهذا اليوم المتميز الرائع. نصيحتي لكل امرأة انها تكشف دوريا على صحتها وما تهمل نفسها. في نطاق العمل وفي نطاق الاسرة وانا مشغولة وانا انسى نفسي احيانا. فرجاء لا تنسوا نفسكم. وتراجعونا. اهلا وسهلا فيكم. احنا فاتحين بابنا للكم. شكرا رجال دكتورة نحن دائما قبل سبحان الله. اخر سؤال مناخذه. هل يوجد مشكلة اذا كانت دقات قلب المرأة الحامل سريعة؟ اول طبعا هو ممكن يكون شيء طبيعي. لكن احيانا يصاحبها بعض الاختلاطات او بعض الاسباب. من اول شيء نفكر فيه نسبة الدم تكون ضعيفة. صحيح. فاذا كان نسبة الدم طبيعية فنلجأ مثلا نشوف غدة درقية. اذا كانت غدة درقية زينة ممكن تكون مجرد انه بس مجرد شيء عادل. وممكن حتى الدكتور اضيف على كلامك انه النساء الحوامل لخصوصية الحمل. ما تهمل اي عرض يكون عندها. احنا يعني يوني حوامل تكون تعبانة مدة طويلة وتسمع امها وخالطة تقولها عادي ها تعب الحمل وهذا شيء طبيعي. ما نهمل العرض اللي عندنا نتوجه لطبيب العائلة او اذا حسين العرض شديد نتوجه الى الطوارئ او طبيبة المتابعة الحمل. الدكتور اطمن انه كل شيء اوكي وانه انا صحتي زينة وانه هذا عرض طبيعي. ما انا افتيل من نفسي او اختي قالتلي او امي قالتلي ان هذا عادي تعب الحمل وعادي كاملي لانه. زي اذا اخذتها دكتورة. اذا اخذت او شيء ثاني. لا محموتر احنا نحن الطباء نفسنا ما نحب ننصح اهلنا. يعني انا دائما لو اختي قالتلي اقول افضت وجهين الطبيب خوصف الاشياء اللي ممكن تكون فيها سمح الله خطورة. صح. عموما اه. نتمنى صحة جيدة. صحة الجميع ان شاء الله فاليوم. الحلاق ما يحلق راسه. صح او لا. ما يعرف. انا عالج نفسي. عموما اه دكتورة امل القدرة السشاري ورئيس قسم النساء والولادة في مستشفى لطيفة. نحن شكرا لك هذا التواجد. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. ومبروكين على هذا الانجاز اللي حققتوه في غلاج هذه المريضة. الله يحليكم. وان شاء الله الله يواليها الصحة والعافية. يا رب. اذا كانت تسمعنا. ايضا شكرا لك دكتورة ندى الملة. شكرا لك محمود. نشوفكم ان شاء الله من الاربعة. متى؟ باتر ديسكونت عندي صحة الاربعة اكم معكم. لا لا باتر موجودة. اهان باتر موجودة معكم. ايه. انزيل. فنشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة. شكرا لك عيسى سبيل. شكرا لك عيسى سبيل. كان معنا في الاخراج. شكرا لك ميرا لغفري. ما قصرتي. وهذه تحيات. سقطنا الجميلة. ايه. وهذه تحيات محدثكم حمود وصف العري. وحتى نلقاكم غدا نقول لكم دمتم. بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.